أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أب القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل محمد وعلى أهل محمد قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فتكون لهم قلوب يعقلون بها صدق الله العلي العظيم مصدر التفكير عند الإنسان هو العقل والعقل أشار إليه القرآن الكريم في آيات عديدة أنه مصدره ومنبعه هو القلب القلب هل هذا القلب العضوي الذي نعهده ونعرفه أم أن المقصود منه الجانب الروحي عند الإنسان لكن غالبا ما يعبر القرآن الكريم عن القلب أنه مصدر التفكير ومصدر التأمل لهم قلوب لا يفقهون بها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فيتبين أن مصدر التفكير والتعمق والتأمل هو القلب والقلب له وظائف كثيرة القلب هو مصدر الحب مصدر الكرح البغض القساوة وكثير من الوظائف الله سبحانه وتعالى أو دعها في هذا القلب لعلنا نتفرغ في ليلة من الليالي لنتناول وظائف هذا القلب وما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا القلب لكن نحن والجانب العقائدي نحن نتحدث عن أن شهر رمضان هو مناسبة لمراجعة الحسابات فرصة لكي يعيد الإنسان النظر في تصرفاته في سلوكه في أعماله وكذلك في أفكاره وكذلك بما يحمل من عقيدة فحينما يراجع الحسابات ويتأكد ويطمئن بأن طريقه هو الصح وهو الحق فيزداد إصرارا ويزداد ثباتا وإيمانا بهذه العقيدة وإذا كان هناك شائبة أو خلل أو بعض الثغرات موجودة في هذا الفكر وفي هذه العقيدة إذن لا بد أن يصحح وقلنا أن سبب انحراف الإنسان هو جهله المركب الذي يؤدي به إلى أن يصر على الخطأ وبينا أن الجهل المركب هو جهل فوق جهل يعني جاهل ويجهل بأنه جاهل يسموه جهل مركب يجهل بالحقيقة ويجهل بأنه جاهل بالحقيقة فهذا الجاهل المركب مصيبة ما عند استعداد يأخذ وما عند استعداد يتعلم وعلى قولنا أنه قافل ما ممكن أن يفتح أبواب ذهنه للرأي الآخر وأن يستمع للآراء الأخرى ويناقشها ويحاورها بل يصر على أنه هو الصح وهذا بالإضافة إلى الذي في قلبه مرض بالإضافة إلى الذي يكون عالم بالمعصية عالم بالخطأ عالم بأنه على باطل ويصر على أنه على هذا المسير وهذا الاتجاه وهذا الفكر هذا ما عند استعداد يغير هذا ما عند استعداد أن يراجع الحسابات فالفكر والعقيدة تأخذ والعامل الأساسي في تحريك الفكر والعقيدة هو القلب منبعه القلب إذا كان القلب سليما عند استعداد أن يستقبل الخير عند استعداد أن يستقبل الحق ويتفهم الحق بينما إذا لم يكن هكذا ما عند ذلك الاستعداد في موضوع العقيدة العقيدة هي الإطار العام لحياة الإنسان كل شيء في حياة الإنسان مرتبط بالعقيدة كثير من الناس يتحسس يتشائم يتقزز من يسمع حد شيء يرتبط بالعقيدة يا أخي خلينا من هالكلام هذا هاي القضايا تفرق بيناتنا وبين أخوتنا الآخرين هذه الأمور ما مناسب طرحها وإلى آخره من الأعدار والأوهام اللي موجودة في ذهنه يظل يتحجج حتى ليخوض في هذا المعترك وليبين أنه هناك بعض الخلل في عقيدته لذلك يتهرب من هذا الجانب لا تخوض في هذا المجال بعض اللي عدهم حالة من الانحراف يقول أصلا خلينا نلغي موضوع المذاهب كاملا خلني نلغي شنبه الموضوع هذا يفرق هذا سني وذاك شيعي وهذا درزي وهذا علوي وهذا كذا وإلى متى خلينا بلا مذاهب وإذا بالمؤذن يؤذن حينما كان يحاور ذلك العالم قال الآن أذن المؤذن يلا توكل على الله قوم توضى وصلي كيف تتوضأ هذه البداية شون رح تتوضأ كيف تتوضأ كيف تمسح كيف تغسل وكيف تصلي شون رح تصلي بأي طريقة من الذي يرشدك إلى الصلاة ويعلمك الصلاة الصلاة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو لا الصلاة اللي عجبة فلان شاف الناس يجون يدخلون عليه ويحترموه سألهم من بلاد فارس كان جايين إلى الثاني وهكذا عملوا وقال لماذا تعملون هكذا قالوا هكذا نعمل لملوكنا احنا نحترم ملوكنا قال إذن الله هو ملك الملوك بس مضمون كلامه أنه أحق أن يحترم ويبجل فإذن هكذا افعله بالصلاة وهذه الحالة صارت من عهد الخليفة الثاني هذه الصلاة مطلوبة اللي فيها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كل شيء ما إلى أصل بالشريعة هو بدعة أي طريقة تصلي فهذا ظلم تحير اللي يقول أنه ماكو داعي للمذاهب وخلني نلغي المذاهب المذهب هو اللي يرشد طريقك الجانب العقائدي اللي هو يوجه كل جوانب حياتك ماكو جانب من جوانب الحياة إلا وللعقيدة لها دخل في وضعك الجانب الفقهي من أين تأخذ الفقه الجانب السلوكي في الحياة الطلاق الزواج على أي طريقة بدون مذهب بدون فكر بدون ارتباط بإمام ما ممكن فإذن لا بد من الارتباط بالمذهب ولا بد من أن تعرف ما هي حيثيات هذا المذهب وما هو الإطار العام لهذا المذهب وما هو الفكر والعقيدة الذي يوجه هذا المذهب وهذه المسيرة يتبجح الآخرون أنه وحدة احنا بيناتنا وبين أخوتنا وحدة وهذه الأمور ادخل في أواصر الوحدة نقول الوحدة على عيننا وعلى راسنا ما عدنا إشكال أنه نحن وجميع من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله كلنا إخوة وديننا واحد إن شاء الله وقبلتنا واحدة وقرآننا واحد ولكن مسيرتنا ليست واحدة منهجنا ليس واحدا الفكر والعقيدة والمصدر الذي نأخذ منه حيثيات هذه العقيدة ليس واحدا هم يأخذون من الحكام كل من حكم واجتهد فهو على صح فهو مأجور على رأيهم المجتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران هذا بالنسبة للمجتهد هم وجابوها للحكام يزيد اجتهد فأخطأ يعني شنو يعني إلى أجر في قتل الحسين مأجور وهكذا هذا مو دين أن الظالم الذي يمارس القتل ويمارس الذبح وهذه الممارسات التي نجدها كل يوم أسلاف أولئك القوم يقومون بهذه الأعمال هي من أين هي من أولئك الذين يقتلون ويذبحون وفيما بعد يقول والله اجتهد فأخطأ يعني كلها الذبح وكلها القتيل والتفجير والجماعة مأجورين عليها الجماعة مأجورين عليها على هذا الكلام فإحنا بذريعة الوحدة والله من اتحدث من بين معالم ديننا من بين عقيدتنا من وضح كل ما جاء به القرآن الكريم من القيم والمبادئ والأفكار والأحكام لازم نسكت لأنه الجماعة يزعلون علينا ما يصير وهكذا في كثير من الأمور كل ما جاء في الأحاديث كل ما جاء الروايات من بيان الحقائق حتى وإن كانت اللطيفة حتى وإن كانت فيه كتبهم تقول يا أبا هذا فيه صحيح البخاري موجود فيه صحيح مسلم موجود يقول لك يا أخي لات تذكر هالقضايا احنا بياناتنا وحدة الوحدة ليست في الأمور العقائدية والفكرية وهذا أمر لا يصح أن نؤكد عليه ما ممكن أن يكون وحدة في الأمور العقائدية نعم وحدتنا معهم في الجانب السياسي في الجانب الاجتماعي في الأخذ في العطاء في البيع في الشراء في التعامل نتعامل معهم كشركاء في الوطن وإخوة في الدين لا بأس بذلك أما أن أتنازل عن عقيدتي يعني الوحدة في الجانب العقائدي لا تخلوم من إحدى ثلاث حالات الحالة الأولى أنه أنا أتنازل عن عقيدتي وعن فكري وأتبع عقيدة الطرف الآخر وهذا معنى الذل والخضوع والخنوع والاعتراف بأن عقيدتي على خطأ هذا معنى لما أريد أتبع عقيدة الآخرين وأترك عقيدتي والله شنو حتى يصير وحده بيني وبينه هذا معنى أنه أنا دا أعترف إذا مو بالقول إنما هو بالعمل أعترف بأني على خطأ وأنه على حق وإلا بأي مناسبة أنا أتنازل عن عقيدتي الحالة الثانية هو يتنازل الطرف المقابل يتنازل عن فكرة وعن عقيدة ويجي ينضم إليه ونفس الكلام يعود إليه يقول لك أنا أنا على صح بأي مناسبة أنا أجي أتنازل وأصير وياك ما ممكن أنا أنا اللي أعلم أنه مسيرتي هي المسيرة الصحيحة وهي المسيرة الصائبة فبأي مناسبة أنا أترك نفس الكلام يكرره عليه والحالة الثالثة أنه هو يترك عقيدة وأنا أترك عقيدة سنناتنا نترك عقيدتنا نبقى هالشكل بدون عقيدة أو نتبع عقيدة أخرى عقيدة ثالثة هذا ممكن هي هاي الوحدة هاي الوحدة المطلوبة أي عاقل من العقلاء يقبل هذه الصيغة من الوحدة الذي عنده روح انهزامية وكثير من الناس حتى ممن تلبس بلباس التشيع للأسف عنده هاي الروح الانهزامية أنه يا أخي وحده أترك الشهادة الثالثة وحده أترك هذا الموضوع وحده أترك الشعائر الحسينية وحده أترك هذه الخصوصيات نضل كل ما عندنا من الخصوصيات نتركها مداراتا لموضوع الوحدة وهذا الأمر غير صحيح هذا الأمر لا يوصلنا إلى نتيجة هذا يرجعنا يرجعنا إلى الوراء هذا الأمر ما يقدمنا أبدا ولا خطوة وحتى الآخرين يعني الوحدة هي شنو الوحدة علامة القوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بنعمته أي نعمة التي جعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيها إخوان أي نعمة نعمة ولاية محمد وآل محمد وآل مصلي على محمد وآل محمد هذه النعمة التي ألفت بين قلوب المؤمنين وهذه النعمة التي جعلت المؤمنين قلوبهم مؤتلفة ووحدتهم إذا تمسكوا بها نعم هم على خير هم على الصراط المستقيم وبعد بيعة الغدير نزلت الآية المباركة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لاحظ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذن النعمة يا نعمة نعمة ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعمة ولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين من دريته هذه النعمة التي ألفت بين قلوبنا وهي التي تجعلنا وحدة واحدة هذا الذي يقوينا مو أنه نتخلى عن الولاية ونتخلى عن حيسيات المذهب وعن عقيدتنا الراسخة وقلنا أن الذي لا يهتم بالجانب العقائدي أقل ريح هذه الرياح تجي تزعزعة يمينا وشمالا ما يستقر على رأيه يوميا يتبدل رأيه يوميا تشوف عدة فكرة كل ما واحد يطرح فتشوفها معينة أي صحيح هذا الكلام أي لازم نراجع يا أخي كل الأشياء إحنا هذه الكتب اللي عندنا فيها قضايا كثيرة بحار الأنوار انظر ماذا فيه انظر إلى كتب الشيعة وإلى آخره يقوم يطلع لك هو يقوم يستشكل على دينه وعلى مذهبه وعلى عقيدته وإحنا كل كتب الشيعة ما عندنا كتاب اسمه صحيح كل كتب الشيعة التاريخية والروائية واللي بيها روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من وسائل الشيعة إلى التهذيب إلى بحار الأنوار إلى أي كتاب من كتب الشيعة كلها خاضعة للتحقيق والتمحيص والتأمل لذلك الفقه يتعب حتى يستنبط حكم شرعي من هذه الكتب وغيرها بينما الآخرون لا عندهم صحيح البخاري صحيح مسلم يعني كل ما جاء في هذا الكتاب صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مئة بالمئة من يسميه صحيح وذاك الرواية وفيه ما فيه من الروايات فيه ما فيه من الويلات التي تجر على المسلمين وتحط من قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسميه صحيح وبكل جرأة ولا يستحي ولا يهتم لهذا الموضوع أنه صحيح عنده صحيح خلص رضاع الكبير اللي ما يقبل لا لا عاقل ولا يقبل حتى المجنون ما يقبل حتى الطفل ما يقبل كل إنسان حتى اللي ما عنده ما عنده ارتباط بالدين الإسلامي لا يقبل هذا الأمر لكن بما أنه موجود بالصحيح خلاص انتهى القرآن المفاهيم الأخرى الأحاديث النبوية الأخرى إذن يكون لهم على جنب ما دام موجود بالصحيح وهذا هذا الكلام ما موجود عندنا الوحدة دا تريد تصير على هالأساس هذه وحدة متزعزعة وحدة انهزاميين هاي مو وحدة ناس رايحين وراء الحق و عندهم إصرار على الاستمرار في طريق الخير وطريق الرشاد والهداية لا إنما هؤلاء الناس الذين ينهزمون ويبتعدون عن طريق الحق إذن هذا الأمر أنه الجانب الفكري والجانب العقائدي لا بد أن يكون عن طريق العقل وعن طريق التفكير وعن طريق التأمل وعن طريق الاستدلال لا عن طريق التقليد أغلب الأمور العقائدية يأخذونها تقليداً ما يأخذوها عن طريق البيان الواضح والاستدلال والبرهان لا إنما يأخذونها عن طريق التقليد وهذا الأمر لا يوصل إلى نتيجة المعرفة ينبغي أن تكون بطريقها السليم وبالمجال الذي حدده الشارع المقدس وقلنا أن المعرفة لا بد أن تكون عن طريق العقل ويدعمها النقل يدعمها القرآن ويتدعمها السنة في هذه المجالات على هذا الأساس نحاول إن شاء الله في الليالي القادمة الشروع في بحوث عقائدية فكرية تتناول أصول عقيدتنا أصول ديننا على ما انبنت هذه الأصول وقلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعامة البيت أساسه ودعامة الدين المعرفة بالله دعامة الدين المعرفة والمعرفة هي الأساس في احتوائي وتفهمي ما جاء في العقيدة الإسلامية الصحيحة من خلال العقل الإنسان يمكنه أن يدرك وحدانية الله سبحانه وتعالى ومن خلال العقل يمكنه أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى عادل وأنه حكيم وأنه خبير وأنه قادر وأنه عالم وكل الصفات الموجودة لله سبحانه وتعالى يثبتها عن طريق العقل ويدعمها النقل في ذلك الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى كذلك جانب النبوة أيضا بعد إثبات التوحيد والعدل لا يمكن أن تنتقل إلى أي أصل من أصول الدين إلا بعد أن تثبت الوحدانية لله سبحانه وتعالى أصل الأصول وأساس الأصول هو التوحيد الأصل الأول هو التوحيد وعليه ينبني بقية الأصول يعني لو أنك لم تثبت الوحدانية ولو أنك لم تثبت الصفات الحسنى لله سبحانه وتعالى لم ينفع إثبات النبوة نبوة لمن أي نبوة لا تنفع النبوة لو لم تثبت التوحيد لله سبحانه وتعالى وتثبت العدل وتثبت الحكمة لله سبحانه وتعالى وهكذا بعد إثبات التوحيد تثبت العدل وبعد إثبات التوحيد والعدل تثبت النبوة وبعد إثبات التوحيد والعدل والنبوة تثبت الإمامة تأتي من بعدها الإمامة ومن بعدها تثبت المعاد يوم القيامة فالمبدأ الأول هو التوحيد لله سبحانه وتعالى هذا المبدأ إن شاء الله انمكننا الله سبحانه وتعالى في الليالي القادمة نتحدث عنه ونتحدث عن بقية الأصول التي وردت في ديننا حيث لدينا أصول الدين وفروع الدين الأصول هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة والفروع عشرة ومعروفة لديكم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بأصول ديننا وعقيدتنا ومنهجنا واتباعنا لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حيث هم الهدات لهذا الدين وهم الطريق الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين